أنت حاب أن أسره يكمل ولا مش حاب أنه يكمل؟ والله يا كريم مع تكرار الاختراعات أنا شايف أنه هو مش مناسب لأنه يزميلك ممتاز صراحة إلا إذا هو اقتنع أنه محتاج أنه أرجع للبيس إكس كخطة لعب وكأفراد يعني عمدي علامات تنفهم كبيرة قوي بالنسبة لاختيار الأفراد على مدار الثلاث مبارات اللي فاتوا يا كريم هنتكلم على العيب شايف زي إيشو لما ينزل في مباراة كبيرة زي بيرامز هو على فاكر أدى شوط أول جيد بس هو بيتحرق بشكل كبير جدا عندي مشكلة أن مع الطريق أو مع تقديم الخطوط بتاعة نادي الزمالك في مباراة أرتا سولار أنه يبقى المساج بتاع نادي الزمالك وحسام عبد المجيد وأن الباك الشمال هو حتم سكر أن أثبت حسام عبد المجيد لا خلاف على جودته أنه هو لاعب لمنتخب الأولمبي وشارك مع منتخب مصر لا خلاف على الجودة بتاعته لكن هو مش مناسب طريقة اللعبة المتقدمة بتاعة الزمالك مع أسوريو وفي الهجمات المرتدة والقوار الطولية كان عامل مشاكل كبيرة جدا بالنسبة لنادي الزمالك نفسه كان بالنسبة لحاتم سكر اللي لسه يعني سنة أولى فريق أول بالنسبة لنادي الزمالك أن مع المساحات الموجودة في خطة فعال نادي الزمالك وأن حاتم سكر معروف أنه عنده مشكلة في التغطية العكسية شفناها في هدف النصر لكريستيانو رونالدو في آخر الدقيق وشفناها في الهدف التاني بالنسبة لأرتا سولار فأنا مشكلتي مع أسوريو مش بس في طريقة اللعب والأدوار المركبة اللي بيوكلها للعيبة بتاعته لأنا عندي كمان مشكلة مع اختياراته للأفراد خصوصا أن الأفراد دي أثبتت في أكتر من مباراة كان أسوريو نفسه هو المدير الفني أنهما مش قادرين يطبقوها سواء دفاعيا أو هجوميا من الأفراد اللي أنت شايفهم مناسبين لمباراة أرتا سولار مباراة العودة يوم السبت إن شاء الله طبعا وجود أحمد فتوح ووجود أحمد سعيد زيزو هيفرق كتير جدا في شكل نادي الزمالك فأنا من وجهة نظري أنا شايف أن التشكيلة اللي بدأت مباراة النصر هي اللي تبتدي مباراة أرتا سولار مباراة نادي النصر بالنسبة لي يعني هي أفضل مباراة عملها أسوريو مع نادي الزمالك من أول ما تولى قياده لأنه هو ممكن عمل مباراة تانية بنتائج أكبر لكن مباراة النصر هي كانت المقياس ودي المباراة الوحيدة من وجهة نظري اللي أنا شايف أن أسوريو نجح فيها على مدار المباراة كلها مع هذا بس لقطة هدف كريسيانا ورونالدو والتعادل في آخر المباراة من وجهة نظري أنا شايف أنه لازم نفس التشكيلة لازم عمر جابر يكون موجود في نص الملعب لازم يبقى نبيل دونجا موجود في نص الملعب أحمد فتوح هيرجع هيبقى ليل أدوار بتاعته في صناعة اللعب ووجوده على الدائرة وتقديمه حمزة المسلوسي يكون موجود حتة السنتر باك بقى اللي موجود يعني سواء الزناري أو محمد عبدالغني أو حسام عبد المجيد يعني التدريبات هاي اللي تحكم في الأول في الآخر لأن التلاتة مستواهم متراجع جدا بقى لهم فترة بالنسبة لي أنا شايف وده مش هيحصل وده يعني زيادة على موضوع اختيار الأفراد محمد عوال لازم يكون موجود مش محمد صبحي محمد صبحي أخطأه كترة جدا الفترة اللي فاتت يا كريم كلها أخطأ مؤسرة بشكل كبير والمشكلة بقى يا كريم في قصة محمد صبحي إنه هو بيلعب عشان بيلعب رجله كويس هل محمد صبحي بيشارك في البلدوب بتاع نادي الزمالك الإجابة لا فليه أنت مصمم على إشراك حارس مرمى مع كامل الاحترام لمحمد صبحي لكن محمد عوال قبل أصلا يبقى الحارس الثاني بالنسبة لأنه زمانك ما كانش عمده الأخطاء الكارثية دي نحن نتكلم في المباراة المقولين هدف التعادل إبعاد الكرة كان خاطئ نتكلم في أرتا سولار الهدف الأول كان خروج خاطئ معظم المشاهدين يعني تابعوه كان خروج خاطئ واستغلوا مهاجمين أرتا سولار فبالنسبالي لو هنتكلم على عوال هنتكلم على محمد عبدالجاني اللي ممكن نسبيا أفضل من حسام عبدالنجيد وسلميري أنت والتدي نظام شي يحصل أنا عايز أقولك أنه الأقرب أن محمد عوال يشارف في مرات السبت حسب التفاصيل من جوة أن محمد عوال هو الأقرب يعني هتبقى خطوة إيجابية شوية أنه يبقى في العين اللي شايف أن محمد صبحي مستوى متراجع ومحمد عوال عنده السبات أنه ممكن لو هو بره بقاله فترة أنه لما يلعب يقدي فسريعا كده كريم أنا بتكلم على محمد عوال بنكلم على أحمد فتوح بنكلم على محمد عبدالجاني وحمزة المسلوسي بنكلم على ممكن الزناري يشارك ممكن الزناري يشارك وهيبقى فيه تبادل ما بين حمزة المسلوسي والزناري قدامهم عمر جابر ونبيل عماد دونجا كان على مصطفى شلبي بنكلم على أوباما بنكلم على زيزو وبنتكلم على سيف الدين الجزيري يكون موجود لأن ناصر منسي عمل أداء جيد في مباراة بيراملس لكن لسه شوية على ناصر منسي إن هو يبقى المهاجم الأساسي